سأحاول أن أسير معكم على عدد من الأمثلة بعطيكم مناظرات قصيرة جداً وفيها أجوبة مسكتة قالوا أن رجلاً حمل قمحاً إلى طحان ليطحنه الآن بذكر لكم قرابة الستة أمثلة أو سبعة على الأجوبة المسكتة مباشرة حتى نتعلم كيف هذا رجل أخذ قمحاً وذهب به إلى طاحون ليطحن قمحه والطاحون في السابق يستعمل رحة الرحة تعرفونها حجران مصفحان واحد فوق الثاني ويكون في ثقب في الأعلى يضعون فيه القمح ويحركون الرحة فيطحن ويتساقط الطحين ويجمعونه يجعلون تحته جلداً أو كذا وأحياناً تكون رحة كبيرة فيجعلون الحمار هو الذي يدور بها يربطون العصى اللي فوقها بحمار وهو يدور وتطحن هذا الرجل أخذ قمحاً وذهب به إلى طاحون إلى طحان ليطحنه فقال لهذا الطحان قال لا أنا ما عندي وقت قال يا أخي يطحن القمح هذا بسرعة أنا أعمل غداً وقال ما عندي وقت فقال هذا الرجل وكان مغتر أنه رجل صالح قال والله إلا إن لم تطحن هذا القمح لأدعون عليك وعلى حمارك وعلى الرحة أعطل شغلك كله فقال له الطحان أوه أن دعوتك مستجابة قال ما أدعو الله بشيء إلا استجاب لي قال مدام دعوتك مستجابة فادعو الله أن يحول قمحك هذا إلى طحين خلاص ما يحتاج تطحني يا أخي هدعو الله أن يحول قمحك هذا إلى طحين ليش جايب عندي مدام دعوتك مستجابة ودخل الشعبي رحمه الله يوما إلى الحمام ليغتسل وكانت الحمامات حمامات عامة عندهم كما هو موجود اليوم في بلاد الشام وفي تركيا وفي غيرها طبعا بعض الناس يدخل الحمام المفترض أن يتستر بعضهم ينكشف فدخل الشعبي رحمه الله الحمام ليغتسل وإذا برجل عاري يعني ما لبسه شيئا يتروش يغتسله عاري فأغمض الشعبي عينه فقال ذلك الرجل يا شيخ متى أذهب الله بصرك قال منذ هتك الله سترك أنت لو أنك متستر ما ذهب بصري لكن منذ أن هتك الله هذا من الأجوبة المسكتة قالوا وكانت رقية بنت عمر عنده هشام بن عبد الملك وكان يحبها حبا شديدا وهي تبغضه فاعتلت مرضت فجاء وجلس عند رأسها يحبها قال ما تشتكين قالت بغضك أمرضني بغضك وأنا ما أنا قادر أتطلك بغضك فسكت قليلا مسكين يعني ما يريد طلقها فقال فما تشتهين قالت فقدك قال فطلقها لما أجابته بهذا وبعث هشام بن عبد الملك قالوا إلى الأعمش أنكتب لي مناقب عثمان رضي الله عنه ومساوي أعلي رضي الله عنه فأخذ الأعمش القرطاس أخذ القرطاس من الرسول أعطاه القرطاس فقرأه قال أعوذ بالله يعني ليش تثير هالمسائل كلهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم أخيار وكلهم أصهار لرسول الله عليه الصلاة والسلام ثم كان بجنبه شات والرسول واقف جاي من عند الخليفة فوضع القرطاس في فم شات وأكلتها وقال للرسول اللي جاء بها قال قل له هذا جوابي اذهب إليه وقل له الأعمش لما أعطيته الورقة حطها في فم شات وأكلتها قال والله لئن قلت له ذلك ليقتلني أرجوك يا أبا محمد قال ما عندي غير هالجواب قال أرجوك يا أبا محمد واستشفع بالناس اللي عندك قال طلعوني من الموضوع والله لو أقول للخليفة رسالتك وضعها في فم شات بيقتلني بيغضب فقال أعطوني كتابا لإنقاذ الرجل بس فأعطوه كتابا فكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد يا أمير المؤمنين والله لو كان لعثمان مناقب أهل الأرض ما نفعتك كل واحد مسؤول عن عمله إيش عهمك من عثمان صلى ولا ما صلى ولا تصدق أو لا لو كان لعثمان مناقب أهل الأرض ما نفعتك ولو كان لعلي مساوئ أهل الأرض ما ضرتك فعليك بخويصة نفسك فاهتم بها والسلام ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا من الإجابات المسكدة منها أيضا ما ذكره الأصمعي قال مررت بك الناس يكنس الشارع قال وإذا هو يكنس كنيفا في البصرة الكنيف مواضع يجعلون فيها مثل الصندوق ويأتي الناس يتغوطون فيها ثم يأتي المسؤول عنها يعني الكنّاس ويحمل الصندوق ينظفه من الغاءة ويرجعه يعني شغلة متعبة وفيها نوع من إذلال النفس فمر الأصمعي بك الناس يكنس كنيفا ينظف الحمام في البصرة وهو ينشد الكنّاس وهو ينظف الحمام يقول أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري فقال له الأعمش قال له الأصمعي أما سداد الثغر فليس إليك الثغر الجهادي وأما الكنّاس كنيف أنت مملوء به أنت تسد الحمام ما تسد الثغر فسكت الكنّاس قليلا ثم قال وأكرم نفسي أني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدي أنا مكرم نفسي فقال له الأصمعي لو أكرمت نفسك ما جعلتها في هذا الكنّيف لو أكرمت نفسك ما دخلت الحمام تنظف غائط الناس فأكرمتها من ماذا؟ قال أكرمتها من الهوان قال وأي هوان أشد من هذا؟ قال الهوان الحقيقي هو الحاجة إلى مثلك يعني أنا ما لقيت شغلة أخرى غيرني أنظف الكنيف وأكتسب مال وأطعم نفسي وأولادي لو ما أشتغل هالشغلة احتجت أني أشحد من مثلك فهو الهوان الحقيقي هذا من الأجوبة المسكتة شكرا للمشاهدة